اشتركوا في القناة وقال وزير شؤون الإعلام إن الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لن تكون ضرائب على الدخل وإنما سيشتمل تطبيقها على السلع والخدمات بنسبة 5% بحيث لا تشمل السلع الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية المتفق عليها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤكدا بأنها النسبة الأقل على مستوى العالم والتي تطبق في أكثر من 150 دولة في العالم وأشار الوزير أن الاتفاقية تأتي ضمن قرارات قادة دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق القيمة المضافة والمتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 2018 بعد إقرارها من السلطة التشريعية من جانبه أعلن وكيل وزارة المالية عارف خميس عن وزارة المالية أن توقيع هاتين الاتفاقيتين تأتي ضمن تكليف المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في قمة أرياض 2015 لوزارات المالية وهيئات الضرائب لصياغة اتفاقيات إطارية لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ولفت إلى أنه قد تم العمل على ذلك خلال العام الماضي وأوضح خميس بأن وزير المالية التقى السلطة التشريعية بخصوص توقيع حكومة البحرين ممثلة بوزارة المالية على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون وأن الاتفاقيتين لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد استكمال كافة الإجراءات الدستورية والقانونية وإصدار التشريعات اللازمة بالتوافق مع السلطة التشريعية في عام 2018 وأكد على أن الضرائب لن تمس ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل وهي تشمل قائمة لا تقل عن 90 سلعة ولن تشمل السلعة الاستهلاكية أيضا لافتا إلى أن خمسة دول كانت قد وقعت اتفاقية الإطارية وبتوقيع البحرين عليهما فإنه سيبدأ العمل على إعداد الجوانب الإدارية والتشريعية لها وقال لدينا في وزارة المالية مسودة قانون وسيتم التباحث فيهم عبر القنوات الدستورية والمجلس التشريعي ليتم صياغتها فيما بعد كمشروع قانون ومن المقترح أن يكون مبلغ الضريبة 5% في البداية ولن يمس في ظل قائمة طويلة من الإعفاءات ذوي الدخل المحدود والفئة المتوسطة ولكنه سيطال بعض الأنشطة التجارية على المستوى الأعلى وليس على المستوى الاستهلاكي من بعدها ستبدأ وطيرة العمل على الإطار التشريعي بالتشاور مع السلطة التشريعية ونوها خميس إلى أنه سيتم تنفيذ برامج توعوية بهذا الشأن ليكون الجميع على اطلاع بما هي السلع التي تشملها الضرائب كما سنستمر بالتشاور مع السلطة التشريعية للوصول إلى توافق بهذا الشأن وشيرا إلى أن الإيرادات ستكون ضمن الإيرادات العامة للدولة وأضاف إذا قيست الضرائب التي ستفرض في البحرين بالضرائب التي طبقت في الدول ذات الأنظمة الرئاسمالية الحرة فهي ستكون الأقل نحن نسير على واتيرة عمل خليجي مشترك الدول ارتأت البدء بضريبة القيمة المضافة وفي عدد من الدول توجد التشريعات والقوانين الخاصة بذلك ولا ينقص سوى التطبيق ولفت خميس إلى أنه بتطبيق الضرائب فإن الدولة ليست بصدد الإثقال على مجمل أنشطة الاقتصاد الوطني أو الأنشطة التجارية الفردية لا سيما وأننا دولة معنية بتنمية العنصر البشري من خلال الكثير من المؤسسات والبرامج وقال لم ندرج إيرادة الضريبة المضافة في ميزانية 2018 لسبب واضح أنه بحسب الدستور فإنه لا ضريبة بدون قانون ولنزل نتشاور في ظل الأوضاع المالية التي لا تخفى على أحد للوصول إلى ميزانية قادرة على التطبيق والتنمية الاقتصاد الوطني بنسبة مقبولة ومن المؤمل أن نبدأ بتطبيق الضريبة منتصف عام 2018 كتقدير أولي وفي الفترة المقبلة فإن المجال مفتوح أمام النواب والمجلسان سيد قرارهما بحسب الدستور